متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال النهاردة هتكلم عن التحديث الجديد الموجود على جوجل آي ستوديو خاص بجيميناي 2.5 فلاش بتاريخ 20.5 بتاريخ امبارح التحديث اللي تم على جيميناي 2.5 فلاش وهو نفس النموذج ولكن التحديثات هنا خاصة بتحسينات في الجزء المتعلق بالمنطق والوسائط بشكل عام والكونتاكس المهم واللي انا شايفه من وجهة نظري هو تقليل استهلاك التوكن بنسبة من 20% ل30% فبالتالي هو مصمم للسرعة والتكلفة المنخفضة لما عملوا تقييم لجيميناي 2.5 فلاش بعد التحسين اللي اجروه عليه لقوا ان جيميناي 2.5 فلاش زي ما قلتلك بتاريخ 25 تفوق في العديد من المعايير على كل من جيميناي 2.0 فلاش و اوبن اي اي جي بي تي فور او ميني وايضا كلود صونت 3.7 وجروك 1 بيتا وديب 6R1 علشان نقول ان اداء فلاش كويس حيكون اختباره في فهم المنطق والمعرفة يعني تقدر تختبره في هذه الجزئية طبعا هم عاصينا نسب في المنطق والمعرفة هو اداءه 11% في العلوم 82% رياضية 72% توليد الكود 63% تحرير الكود اللي هو الادتع الكود وستين بس عامل عشرة في المية ولكن انا بقول لكم التجربة هي خير الضليل لاحظ ان تكلفة التوكنز بالنسبة للفلاش بري فيو عشرين خمسة اه امبوت توكنز هي عبارة عن او بوينت وان فايف خمستاشر سنت كل مليون توكن تكلفة التوكنات اللي هي الخاصة بالاخراج او الاوتبوت توكنز هي او بوينت سيكس دولار لكل مليون توكن ده الكلام ده بالنسبة دي الوضع الغير المفكر اللي هو بيسموه non-thinking mode بالنسبة الthinking mode في الاوتبوت هيكون التكلفة 3.5 دولار ونص لكل مليون توكنز طبعا انت اللي تقدر تتحكم زي كنت عايز تفعل او عايز ان انت متشغلش الthinking mode احد ابرز الاضافات هو دعم الصوت الاصلي native audio output في وجهة برمجة التطبيقات المباشرة live API اعتقد ممكن يتحكم في نبرة الصوت واللهجة وكمان الاسطوب الخاص بالتحدث الميزات الموجودة في النموذج يقدر ان هو يكتشف العاطفة الصوت المستخدم ويستجيب بشكل مناسب اللي هو effective dialogue وايضا ممكن يتجاهل اي محادثات خلفية ويعرف امتى يرد يعني لو في اي حد بيتكلم في الخلفية او يتجاهل اي صوت في الخلفية ويعرف امتى يرد ده اسمه proactive audio بالنسبة للlife API نموذج بيستفيد من قدرات جيميناي على التفكير عشان يدعم المهام المعقدة زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموه داخل جوجل i studio تقدروا تستخدموه على منصة open router.ai وopen router.ai منصة بتتيح مقارنة تمازج الذكاء الاصطناعي وكمان ممكن وصول ليها عبر وجهة برمجة التطبيقيات وممكن كمان من خلال كلين اداة تستخدم داخل visual studio code كاكستنشن ممكن انت تختار جوجل جيميناي كمزود لوجهة برمجة التطبيقيات هيظهر لك جيميناي 2.5 flash بتاريخ عشرين خمسة زي ما قلت لك متاح داخل كلين وطبعا ده بيتيح المطورين الاستفادة من صورة النموذج وتكلفته منخفضة في بيئة العمل. يلا بينا نبص على جيميناي 2.5 flash بتاريخ عشرين خمسة داخل جوجل i studio ونشوف ايضا التحديث الخاص بالنيتف اوديو وتوليد الصوت. يلا بينا مترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية. وارجعنا لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض التحديثات الجديدة داخل جوجل i studio والنهاردة هنتكلم عن جيميناي 2.5 flash preview بتاريخ عشرين خمسة. هتلاقي لما بتقف على اي نموذج بتلاقي كل الميزات بتاعته او هو بيستفور ايه والاوتبوت ابي اي برايسنج والايمبوت ابي اي برايسنج والنالج جي كات اوف لحد قد ايه. ما قلت لك بالنسبة للايمبوت توكنز والاوتبوت توكنز هو البعض حيقول لي هو غالي في الثينكينج لانه طبعا في التفكير بيستهلك توكنز كتير جدا فلازم طبعا في الثينكينج مود حيكون غالي زي ما احنا شايفين وبيقولك بيستفور ايه. لو انت بتتعامل مع ملتبل بي دي افز. عندك بي دي افز كتير رفعتها مرة واحدة حيكون مناسب بيها. لو انت عايز low latency تأخير قليل وhigh volume tasks حيكون ايضا مناسب. اجنتيك يوز كيسز لو حتستخدمه يعني وكيد ذكاء استناعي او في عمل وكيد ذكاء استناعي انو كلاك ذكاء الاستناعي في كل الاحوال بيعتمدوا على بيز موضل اكيد الا الا ام في الاساس. فهنا حيكون مناسب اوي استخدامه مع الاجنتيك يوز كيسز او او وكلاك الذكاء الاصطناعي في حالة ان انت مسلا سيب بتبني اي اي ايجنت. بالنسبة للكات اوف بالنسبة للداتا والمعرفة لحد يناير الفين خمسة وعشرين. احنا دلوقتي حنجربه مع بعض وانا افضل بصراحة ان انا اعمل كومبير ما بينه وما بين جيميناي بتاريخ سبعتاشر اربعة. نشوف الفرق. فانا حبتدي ان انا اقارن الجديد بالقديم شوية. اللي هو بتاريخ سبعتاشر اربعة. وهبتدي هنا استخدم اول تسك. التسك له علاقة بالبروغرامنج. هنا الموضوع شوية مفصل. معقد شوية. هنا انا طلبة ان هو يعمل لي اديوكيشنال بلاتفورم. لكن انا طلبة منه تفاصيل دقيقة جدا. وعالفكرة التفاصيل دي انا جبتها من شاجي بيتي. انا قبل كده قلت لشاجي بيتي عشان اعمل اديوكيشنال بلاتفورم. المواصفات ايه هي? بتاعة الهومبيج. المواصفات اللي احط فيها الكورسز. الكلام ده كله هو اعطاني المواصفات بالزبط. عشان كده انا احتفظت به كا تيكست برومت علشان دايما اختبر به النماذج. فهنا انا هبتدي ان انا ادي له المواصفات بتاعة المنصة التعليمية اللي انا طلبتها. من ناحية التصميم. من ناحية الفونت. من ناحية الهومبيج. كل حاجة الكي فيتشارز كلها. وبعد كده هبتدي ان انا ادوس ران. وحبتدي انا واخد بيلي ان جيميناي 2.5 بتاريخ عشرين خمسة. يعني انا انا شايفة الاستجابة بتاعته زي ما انتم شايفين كده. التاني بتادي يشتغل جيميناي 2.5 اللي هو اللي قابله. وده يعني ايه لسه? يعني احنا همنا طبعا النتيجة. بس انا حبيت ان انا الفت نظاركم زي ما انتم شايفين قدامي دلوقتي. لي الجزء المتعلق بالسرعة. هو بيحط تصور الاول معين كده. وبعدين هيبتدي يديني النتيجة. اخد اروح ال اتشتيم الونلاين فيور. كنترول في. وده شكل الموقع البلاتفورم يعني اللي اللي عملها جيميناي 2.5 بتاريخ عشرين خمسة. هنا سرشي فور كورسز. حطي للسرش هنا. مثلا سي ممكن اقول له. ويب. ديفولوبمنت. مثلا. سرش. هيوديني على الويب ديفولوبمنت كورسز. حاجة جميلة جدا. متخيلين. هقول له. داتا ساينس. اعمل سرش. هيوديني على داتا ساينس كورس. ادي الهوم بيج. الاور توب كورسز. وتحت السوشيالي تشانلز. حاجة في منتهى الجمال بصراحة. في التنفيذ. اباوت اس. بلاتفورم كاملة. لوجن. الواجهة الخاصة باللوجن. ساين اوب. انتو شايفين التنفيذ. انا نفسي بس اسمع رأيي البروغرامر هو اللي حيفدني اكتر في التنفيذ. هل انت شايف ان جيميناي 2.5 فلاش بتاريخ عشرين خمسة جيد في التنفيذ ولا لا. انا حبتدي اروح اخده اكود الخاص بجيميناي 2.5 فلاش بريفيو سبعتاشر اربعة. حبتدي اخده كوبي. آآ حاسة ان في حاجة غلط في الكود. لان المفروض هنا الكود ينتهي بالحت التاج فمش عارفة ايه المشكلة هنا. المفروض ان هو يحط لي كله في آآ تيكست فايل. في حاجة غلط. يعني انا بخدته كده كوبي وروحت على اش تيميل اونلاين فيور. خطيت الكود. تعال كده نشوف مع بعض النقطة ايه هي. يعني لو رحت كده خدت الكود. فكس. كود. كده في. عمل رن. هاخده احطه. في خطأ. في خطأ في تنفيذ الكود زي ما انتم شايفين. نجربه في حاجة اخرى. هنا هاجربه فيه تسك بسيط جدا. يعملي ثري دي وايد سيركل بتتحرك يعني بشكل دائري في ثري دي سبيسز. باستخدام اش تيميل و سي اس اس و جافا سكريبت ويحط لي كله في تيكست فايل واحد ونشوف النتيجة. ده يعني حاجة مفهاش تفاصيل معقدة. يبا اذا انا شايفة ان هو مع التفاصيل المعقدة جيميناي 2.5 فلاش بريفيو. القديم. لأ مش جايد. عشان كده تعمدت ان انا ادي له اديوكيشنال بلاتفورم زي ما انتم شايفين. انا بتحرك ما بين تاب تاب ولوجين ويعني ساين ان وتسجيء ولوجين وشغل في تفاصيل كبيرة. هنا هو خلصت ال 2.5 فلاش بريفيو. خلص وهنا خلص لان التاسك بسيط جدا. حبتدي ان انا اخد الكود واروح هنا احط الكود. ده 2.5 فلاش بتاريخ سبعتاشر اربعة. حتى دي اخد الكود. في حالة فلاش الجديد. ودي النتيجة. النتيجة حلوة برضو. جيدة. وده تاسك سهل. مفوش مشكلة. لكن انتم شفتوا مع التاسك المعقد الوضع كان عامل ازاي او اللي فيه تفاصيل كتيرة. تعالوا نجرب برضو جيميناي 2.5 فلاش بريفيو بتاريخ عشرين خمسة في تاسك. اخر انه هو يعمل الانالايزنج. يتعامل هنا بقى المراضي مع بي دي اف. يتعامل بقى المراضي مع بي دي اف. حبتدي ان انا ارفع له ملف. وحطلب منه انه هو يحلله. هنا بيبتدي اعمل اكستراكتنج زي ما انتم شايفين. حبتدي ادوس رن. طبعا انا حتى الان مفع على وضع سينكينج مود. ممكن طبعا انت تقفل وضع بتاع سينكينج مود زي ما انت عايز. ممكن تتحكم كمان في السينكينج بودجيت قد ايه علشان ما تكلفكش خصوان لو انت هتستخدمه. من خلال وجهة برمجيات ممكن يكلفك كتير جدا. هنا الاناليسي زعطهولي بالانجليش عشان انا طلبة منه بالانجليش مفيش مشكلة. ممكن اقوله ترانسليت انتو ارابيك ولكن انا شايف انه هو جيد جدا في التحليل الخاص لان انا عارفة ايه الكلام الموجود جوه. الامباكت. تمام. انا شايف انه حلو يعني. واندي تيلز كده مفصل. مش اروح مرة تانية على التاني اللي هو القديم شوية. وابتزي. ارفع الملف بتاعي. ونشوف هيعمل ايه. انا مدخله 3871 توكنز. حاجة بسيطة يعني المفروض ما ياخدش وقت كبير في التفكير. والمفروض انه هو اسرع. يعني زي ما احنا شفنا. ولكن السرعة دي بتيجي على حساب الاداء. هي ده لسه بيفكر. انا شاف ان التاني كان اسرع منه بكتير جدا. هنا ادي الاداء بتاعه. جيد ايضا. كويس جدا. اداءه حلو. انا شايف بصراحة ان لو انت هتستخدم جيميناي 2.5 فلاش بريفيو. في الكودنج اعتقد ان هو هيكون كويس طبعا زي ما قلت لك اللي حيفيدني اكتر الناس اللي شغالة في المجال. هي اللي حتفيدني اكتر في هذه الجزئية. ولكن احنا شفنا الاداء بتاعه بشكل عام هيكون عامل ازاي. نجيبها الحتة المهمة جدا. اللي هي النيتيف سبيتش جينيريشن. والنيتيف سبيتش جينيريشن تقدر ان انت تحول النص الى اوديو. ومش بس يعني بيدعم سبيكر واحد ولكن مالتي سبيكر اوديو. دي حاجة كويسة جدا. يعني لو رحنا كده وقفنا على سينجر سبيكر. هنا ده شخص واحد وبتبتدي تروح للموضل سيتنج. هنخليها على واحد عشان ده الديفولت. بالنسبة للفايس بتختار من فايس كتيرة. بيتحلق فايس كتيرة. وهنا هتقول لي الفايس الكتيرة يعني ايه الاسامي لأ. هقولك كل واحد فيهم له آآ صوت بيعبر عن حاجة معينة. في الحازم. في الشخص العاطفي. في الشخص اللي صوته بيبقى واضح. في الشخص اللي صوته مثلا يكون عميق. فتقدر ان انت في الشخص اللي صوته صفت شوية. فانت بتختار الشخص اللي هنا على حسب المشاعر اللي بيدهي لك. في الانفورماتيف اللي هو بيديك معلومة معينة. هنشوف دلوقتي مع بعض. في الحازم. الفيرم. في ايضا في دي كلها يعني ايه بتعبر عن الاموشن او المشاعر. ممكن انا اختار نشوف كده فرندلي. اروح احط التكست. ده شخص واحد فقط هو اللي بيتكلم. واخترت الشخص يكون فرندلي بنسبة لي الصوت بتاعه. هنا انت هتختار ما بين جيميناي 2.5 فلاش بري فيو تي تي اس. وايضا 2.5 برو تي تي اس. انا هختار 2.5 فلاش. وحبتدي ان انا اقوله run ونشوف اولا دعمه للغة العربية عامل ازاي في طريقة الاجابة. لان في بعض النمازج بتدعم اللغة العربية لكن بيكون المتحدث صوته غريب. فحنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة بعد ما يتم انشاء الاوديو. تم انشاء الاوديو. وحبتدي ان انا اعمله بس داونلود عشان تسمعوه. اسمعوا بقى معي الطريقة اللي بيتكلم بيها الشخص اللي انا اخترته بيه المشاعر الفرندلي اللي هو المفتوض يدهي لك لما تسمع البودكاست او تسمع التكست. يلا بي. خيل كده عربية ماشية لوحدها من غير سواء في نص الزحمة. وبرنامج زكاء اصطناعي قاعد في مستشفى بيحلل صور اشعة اسرع من اي دكتور. وفي البيت بتندح على سيري ولا الكسا وهي بترد عليك وتنفذ اللي بتقوله في ثواني. كل ده ما كانش ممكن نتخيله من كم سنة. بس النهاردة بقى واقع عايشينه. الزكاء الاصطناعي دخل حياتنا من غير ما نحس. وبقى موجود في كل حتة من الموبايل لحد اكبر المصانع والمستشفيات. بس يا ترى الرحلة دي بدأت ازاي? وازاي وصلنا من مجرد فكرة لوحدة من اكتر التقنيات اللي غيرت العالم? طبعا زي ما احنا شايفين التطور اللي بيتم اتباعه من قبل شركة جوجل على توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي من خلال نوتبوك اللي ام وتوفير اللغة العربية في البودكاست وايضا وجود هذا النموذج داخل اللي هو جيمناي 2.5 فلاش بريفيو تيتي اس أو 2.5 برو حاجة في منتهى الجمال بشكل كم ان انت تعمل محتوى صوتي. تعال بقى نشوف المالتي سبيكر بيشتغل ازاي? المالتي سبيكر يبقى انت هنا هتحط كذا سبيكر. انت عندك هنا سبيكر 1 وعندك سبيكر 2 اعتقد لسه بقى ما فيش سبيكر 3 هنا سبيكر 1 بتختار الفويس وايضا بتختار الفويس على حسب المشاعر والفويس التاني وهنا برضو نفس الفكرة بتبتدي ان انت تحط الديالوج تبتدي تدوس اد داالوج وتبتحط الشخص الاول حيقول ايه والشخص التاني حيقول ايه والشخص الاول حيقول ايه وتبتدي ان انت تقاد الشخص التاني حيقول ايه هنا بس انا حكتب اي حاجة هقول له فاين هنا حبتدي ان انا اد داالوج حبتدي حط الاسبيكر 2 حيقول ايه وهكذا فتقدر ان انت تعمل حوار ما بين اتنين اعتقد ان انت هتطارد حط يعني كل شخص بيقول ايه جملة جملة زي ما احنا شايفين لو انت عندك الاسكريبت الموضوع هيكون سهل ما فيوش مشكلة اطلاقا فهنا لو انت روحت عملت رن هيبقى حوار ما بين اتنين همسح بس ده مالوش لازمة خلينا كده في الجملتين دول ونبتدي نعمل رن ونبتدي نشوف في الاخر خالص الفويس هيكون عامل ازاي الحواري طبعا زي ما قلت لك هو بيدعم اللغة العربية ايضا زي ما انت شفت من شوية فتقدر تعمل الموضوع ده باللغة العربية ولكن عشان ما طولش عليك سبت المثال اللي هو اعطاه لي هعمل داونلود ووريك الاوديو زي ما احنا شايفين ادت هذه الموضوعات رائعة في انتاج يعني هنا ممكن تقدر تعمل بودكاست ما بين اتنين حاجة ممتازة جدا زي ما قلت لك بتتحكم في المشاعر الخاصة بالصوت داخل جوجل اي ستوديو اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة حاولت ان انا انقل شوية تحديثات ان شاء الله التحديثات القادمة اللي هتظهر معينا نطلع نتكلم عنها ولكن انا يعني بتناول التحديثات كده واحدة واحدة معاكم ان شاء الله بإذن الله نحاول نستفيد من هذه التحديثات قدر الامكان اشوفوا فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفوريو بحاول اقدم لكم كل جديد وكل مفيد فما تنسوش تدعموني باللايك والشير والكومنت ولكنت بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته